السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين المشاهدي الأعزاء للقناة إبراهيم للعقارات اليوم تنتوجد في ديور السلام بالضبط في الجزئات الفتيحة واللحية الفتيحة بالنسبة للناس الذين لا يعرفون هذه المقاعدة فنحن من القرب من المحطة الطرقية قريب من المحطة تلك فالعقار اللي سنقدم لكم اليوم هو من الفئة المتوسطة سفلي وجوج نتع الطوابق بالتمن اللي تنافس الشقق الاقتصادية في إقامة اللي كما تنشفوا تبارك الله اللي هي نقية عدد نتع الجيران اللي هذي يكون قلال وحي اللي هو أراق الكمة اللحظوا أن الأغلبية نتع المنازل اللي كان ينفذ الحي هذا نتع ميلكية نتع واحد بوحده ما كانت تشتقى فنتع من قبل نتع البراطن في الأحياء اللي كانوا من قبل كانت الأغلبية نتع المنازل اللي سيتبعت يتبعوا منازل مستقلة كل واحد ياخذ المنزل نتعه فالهذا أن الحي تبارك الله حي اللي في المستوى حي اللي هو أنقي ندخلوا إن شاء الله في الوصف نتع الشقق ومن قبل أن تأسفوا لأننا أفتقدناكم وهذه المدة تقريباً تع شهرين ما نزلناش عقارة جداد ما نزلناش فيديو جداد فهذا فقط للحفاظ على السلامة نتعكم ما بقناش نحطوا وحد العقارات اللي نشجعكم أنكم تخرجوا من المنازل نتعكم فالهذا تعطر علينا أننا ما بقناش نزلن فيديو جداد فإن شاء الله ابتداءاً إن شاء الله من هذا النهار هذا كما العادة كل نهار نبدأ ونقترح عليكم من عقار حتى نتع العقارات يومياً فالحمد الله في المدة نتع 3 ساعة الأشهر اقترحنا عليكم أكثر من 120 عقار فالهذا النار كان واحد الخزان اللي هو كبير مجموعاً نتع المقاولين اللي يسلمونا في هذه الضرفية هذه المفاتيح نتعهم باش إن شاء الله نتكلفوا اليوم بالبيع نتع هذه العقارات فكما عشفنا العقار نتع اليوم بالنسبة للوصف نتعهم على الدخلها مباشرة للقاو الصالون كما نقوله مليتي يجي ضيف أحسن حاجة أن الصالون مليتي تبدأ بيع الدار سيكون واحد الخصوصية بالنسبة للمنزل من بعد تلقوا في المرحلة الثانية تلقوا المطبخ اللي احتوى بالدور نتعو تيطل على الشارع بالنسبة لهذا البالكون اللي تنشوفوه مخدوم كما تنقولو غيل بالقبز عادي عاودي تحييد لأنه ليس بالكون اللي يرسمي بالنسبة للمطبخ رادي يكون مطبخ عصري يكيبي بالمدف بالنسبة لسلعان ساعة وراء محطوطة حاليا في هذه الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله رادي تكون الكوزينة إن شاء الله واجدة كما رأينا العرض نتعو يوماتي تكون من جوجة نتعو الغرف اليوم أكبر صالون مطبخ الذي يكون عصري وحمام فبالنسبة للناس اللي ما زال ما مشاركينش في القناة تنطلبوا منهم يشاركوا في القناة من طبيعة الحالية لكا تهمهم العقار في المدينة نتعو كناس فمازال بزاف نتعو العروض اللي إن شاء الله في هذه الأيام كما حاولناكم كما كنا من قبل كل نهارا بدأوا إن شاء الله نقترح لكم من عقار حتى الجوج نتعو العقارات يوميا فكما قلنا في الضرفية نتعى ثلاثة نتعال أشهر أكثر من مئة وعشرين عقار من بعد تعذر علينا أننا بدأوا نضع لكم عقارات جدا في هذه الوقت التي تنتعى الحجر الصحي لم يكن بالإمكان أننا نضع لكم عقارات لكي لا تشجعوكم لكي تخرجوا من المنازين تاكم فإن شاء الله في هذه الأيام نبدأوا نتعو العمل نتعنا فكين واحد مجموعة من الأحياء اللي هادين بداوا في وام الخدمة في التاريخ الذي توضع في هذا الإعلان وكين أحياء اللي ان شاء الله من بعد الحجر الصحي وكين دراسة للجوج نتعى المواقع والحي نتعى البستاتين والحي نتعى تلال اللي مجرد ما لقوا العدد الكافي نتعى المقاولين اللي عندهم أتمينة مشجعة وأتمينة مناسبة فممكن أننا نفتح فرع في هذه الأحياء يمكن مجرد ما يتصل بنا الإنسان يلقى الناس اللي يستقبله ووريوه الشقق اللي تنال الريضة والإعجاب بالنسان فأعتم شكركم على الوفاء انتعكم وعلى التتبع الفيديو حتى لهذه المرحلة بالنسبة للناس اللي ما زال ما مشاركين في هذا القناة يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يستفدوا من جميع العروض اللي هذين نقدموه في هذه الأيام القليلة المقبلة فهذه يرجعوا إن شاء الله للعمل منتعنا بحركة ما تعودتم من قبل فكل نهار إن شاء الله هذين نبدو نكترح لكم من عقار حتى للجوجين العقارات يوميا جميع الأتمين إن شاء الله هذين تكون متوفرة وذين نركزوا إن شاء الله على الشقق الفئة المتوسطة لأن بالزاة الناس اللي تطلبوا منا هذين أنتع هذا الشقق اللي تتكون الأتمينة قريبة للسكر الاقتصادي ولكن تتكون بوحد الفينيسيون تكون عدد متاع السكان ولا عدد متاع الجيران اللي هو قليل فالعرض متاع اليوم ثمانتاع تبدأ تسود وعشرين ثلاثين مليون على حسب الشكل متاع الشقة ولا طبق اللي تختار فيه ف الشكل عفوان نراه بحل بحل الشقة اللي جاء تعليم بحل اليسر تبقى الفرق بين الطوابق بالنسبة للطابق الأول ثمان ثلاثين مليون بالنسبة للطابق الثاني فالثمن هو وقت سود وعشرين مليون دمتم في رعاية الله وإلى شقة الله